سعيد شعبان سعيد شعبان تشوف وسيف الحبسي على طول في القول واحد وعشرين هي مضت على زمن السوق الثاني مشاهدين الكرام شايف محمد خميس في التنفيذ في الجهة الاخرى ايضا وعلي سعيد جنبه محمد خميس تلعب هاني ضابط بالرأس في المرمى في المرمى هدفه هو اللي بدخب للوطني في المرمى هدف اول لمنتخبنا الوطني في المرمى هدف اول لمنتخبنا الوطني هدف منتخبنا الوطني هدف لمنتخبنا الوطني عن طريق فريد المزروعي هذا فريد المزروعي صاحب هدف منتخبنا الوطني شوف لي عادة شوف لي عادة شوف لي عادة لعبة من محمد خميس وهياء هاني ضابط تتهيأ انفاشرة لفريد المزروعي اللي بيضع الكرة بكل ثقة في مرمى المنتخب القطري معلنة عن الهدف الأول لمنتخبنا الوطني أول هدف لمنتخبنا الوطني في خليج 14 هذه كرة اللعب حلوة والله حلوة كانت كرة اللعب لمنتخبنا الوطني مجد شعبان بيحصلها وبيلعبها في الأمام ناحية تقي اللي بترؤهه رضمان شوف هذه عادة للهدف مرة أخرى شوف عادة أخرى أيضا للهدف محمد خميس لعبها وتهيأت ليهاني الضابط تهيأها وفريد المزروعي وجد نفس مباشرة أمام مرمى المنتخب القطري ليعلن عن هدف أول لمنتخبنا وسريعة وقوية وفعالة ومن رح يلعب ضربة جزاء عموما تلعب ضربة جزاء وترتد مرة أخرى في المرمى هدف وهدف في المرمى هدف لمنتخبنا الوطني الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني الكرة اللعبت من ضربة الجزاء وترتد من القائم وبيكملها والله ما شفت من ليكملها ولا شفت من حتى للعب ضربة الجزاء عموما هدف لمنتخبنا الوطني وهذا الاهم هدف لمنتخبنا الوطني لتصبح النتيجة هدفين فريد المزروعي هو اللي سدد الكرة في القائم وارتدت وكملها من اللي كملها راح نشوف بعد شوية زميل المخرج لابد ان بيعطينا اللاعب لسجل الهدف شوف هذه عادة اخرى لضربة الجزاء لعبها وما حالف الحظ فيها وارتدت وتسددت مرة اخرى اعتقد انها كانت من تقي تقي بالفعل تقي مبارك هو صاحب الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني تقي مبارك صاحب الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 13 من الشوط الثاني هدفين منتخبنا الوطني هذا تقي مجدي محسن مطبح يلا مجدي يا رب مجدي ان شاء الله في القول حطها بالفعل حطها بالفعل حطها بالفعل هدف 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 لمنتخبنا الوطني عن طريق مجدي شعبان هدف لمنتخبنا الوطني عن طريق مجدي شعبان برافو يا شباب قلت لكم منتخبنا افضل في الشوط الثاني من الامارات ومنتخب الامارات يسجل لكن ايضا انا متمسك براي ان منتخبنا افضل في الشوط الثاني ثنين واحد منتخب الامارات ومتبقي اكثر من ستة عشر دقيقة زمن جيد ان شاء الله للتعوي مرة ثانية هذه عادة لضربة الجزال اللي احرز منها مجلد شعبان هدف لمنتخبنا الوطني هدف الاول لمنتخبنا ثنين منتخب الامارات هدف منتخبنا الوطني بيرجعها مرة ثانية ليه رضوان سالم رضوان بيهيئة ليتقي مبارك وتقي ناحية راشد عبدالله راشد في المكان تتهيئ مرة ثانية يلا في المرمى تلعب تلعب وفي المرمى هدف في المرمى هدف لمتخبنا الوطني هدف ثاني لمتخبنا الوطني هدف ثاني لمتخبنا الوطني من مجلد شعبان مجلي شعبان يقول كلمته في هذه المباراة هدفين لمجلي شعبان في الدقيقة 35 من الشوط الثاني هدف لمنتخبنا الوطني اثنين منتخبنا اثنين منتخب الامارات ما حد احسن من حد شوف للقذيفة شوف الكرة القوية اللي اطلقها مجلي شعبان واستقرت في مرمى محسن مطبح معلنة الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني هدفين منتخبنا هدفين منتخب الامارات مرح نفذها محمد خميس اللعب وبتمره داخل المرمى هدف هدف منتخبنا الوطني مباشرة من الضربة الركنية قول منتخبنا الوطني قول منتخبنا الوطني بعد مرور 12 دقيقة مباشرة محمد خميس في العبى من الزاوية مباشرة في المرمى معلنة عن هدف اول لمنتخبنا الوطني محمد خميس يحرز اول اهداف منتخبنا الوطني في مرمى المنتخب البحريني واحد منتخبنا لا شيء المنتخب البحريني بعد مرور 13 دقيقة على بداية الشوط الاول من ضربة ركنية وتوني يقول ان منتخبنا لحد الان ما استغل الضربات الركنية وكأن محمد خميس يسمعني وبينعبها مباشرة والكرة تذهب مباشرة الى المرمى لان المنتخب البحريني تحول من الوسط للهجوم بسرعة كبيرة هذه كرة اللعبة ستطلع على طول تقي وبالعبها لمجدي مباشرة في المرمى مرة ثانية مجدي هاني في الغول آه 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 آ شوف 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 اللعبة في الأساس من مجد شعبان تفلت من محمد طالح وبيهيئة دفاع المنتخب البحريني مباشرة لهاني الضابط اللي ما يتوانى وبيلعب في المرمى الخالي تماما بيسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطنيين شوف هاني هو مباشرة في المرمى محرز الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني أخيرا هاني الضابط بيحرز هدف فيه خليجي رباكعش هذه كرة بتلعب للمنتخب البحريني محمد خميس بيحطلها لعصان تبكين تقن بارك ما بيشيك تقن بارك العبا لناصر زايد في مكان حلو ناصر عرف عرف وناصر عرفها العبا لناصر عرف قل الله حلو 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 حل ترجمة نانسي قنقر 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 منتخبنا نانسي قنقر منتخبنا منتخبنا نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر منتخبنا نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر منتخبنا 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 نانسي قنقر 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 منتخبنا نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر محمد عسيني لأروي بسطة بجره و الثاني بجره و الثاني بجره و الثاني و الثاني و الثاني و الثاني ماشي يا عم القطار ماشي ماشي الهجة في الثاني لو انتخبنا الوطني و برافو متابع من عماد وخطى دفاعي استغل على أكبر وجه وبدر مبارك الميليني واحد من نجوم هذه البطولة يضع ظاني أدافه في البطولة والهدف الثاني في مرضى المنتقب البحريني الحمد لله لك يا رب شوف الخطى لما استغل وشوف بدر من حطر الله 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 على منتقبنا الله يا منتقبنا اليوم الله يا منتقب السلطنة الله عليك يا الأقلب اليوم الأقلب اليوم لا 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 والله يستهلون والهدف الثاني لملتقبنا لا شيء للملتقب البحريني خطئ الملتقبنا الوطني قار المنطقة في الجزائيل البحرينية ضربة حرّة مباشرة جزحمة داخل منطقة جزائيل البحرينة وقتية العهد أمات يا أمات يا أمات أمات يا أمات الصالح لمن تخبنا الصالح لمن تخبنا حصرية أمات الحاسم إنه ستصدر صائمة حدثني للبطال الله 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 يا أمري يا أمات الله يا أمري والسلطناء الله يا أمات الله الله المتخبنا الوطنية والثالث جاي والثالث وطن والثالث شرف وحضر ومتخبنا الوطنية يتقدم شوف عمال شوف نمسكة شوف الرأسية أن المتخب الغطن بدأ نوعا ما يعود إلى أجواء اللقاء وبدأ منتخب الوطن يخفر وبضغط على الحارس مرمة كل عب قدر حتى قول هذا هو استغلال الخرص هذا يحتاج لكتابة الاستغلال 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 يمجح لستغلال خطوة البيتر ان يكون حضروا على صدر يفقع وخلط اخطأاتين محمد الله عليكم عمال صدر كسر منهم وكسر الله جارك يا محمد ان شاء الله قادرين وقالت لكم فهذه المتقبل الوطني. في الوقت التي تكلم بهئ ان متقبل قطري بدى يعود للقام وفي الوقت التي نتكلم بهئة من متقبل الوطنه هو الاضحر يتراجع لكن يأتي الفرج حتى الفرج. والفرج يأتي عن طريق اللاعب بجر مبارك الميمني. كرة أوروبية خلوة وعيد سلام وتحيي للاعب الماضي شاهد حارس المرمى طارج أرضية الملعب أو طارج مرمى وحفظ كورونا الكوكا تهجف أوروبي في الملاعب الخليجية وتحديدا هنا في الجوحة الوطني هو الآخر إيجابيا بدأ يتجه للمرمى بشكل أفضل الله يعقوب حلو أبرابه يعقوب عماد تجاه تليمين فوزي بشير الله الدوربين قلسها الدوربين قلسها الدوربين وبعيان الصقر حفها علي مين ماجد ناصر قلسها الدوربين وبعيان الصقر حفها علي مين الله 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 واحد منتخبنا جلس لكم قريبين جلس لكم قريبين وسواه الدوربين منتخبنا يتقدم بهدف في الدقيقة رقم 36 المنتخب الإماراتي لاشير واحد بشير واحد بشير واحد عمان لاشير الإمارات هنا في الفتاح الخليجي 18 كان يجمع بأن قرار الحكم خليل قرار صحيح محاولة للمنتخبنا المطني عمان الحوثة أبراه أبراه باستان 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 فيه أماني يهي فيه عن طريق الحوسني لا الحوسني ما طول الحوسني ينجح أيضا في فك الصيار يفطر هنا يا لحلوة الفطور في الإمارات في أبوظبي في مدينة هزايد في معقل الإماراتيين ينجح أبوظ بلادي ينجح أمان المرة هذه فوزي بشير يرد الدين فوزي بشير يرد الدين وهي كرة جميلة إلى الحوسني يالله 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 عماد جميلة يعوى هذا عماد ويستغلل خطأ المدافع السويتي وينجح تخطبه خطأ المدافع السويتي أكلها أكلها نواف وعماد ينجح للوصول إلى الهدف الثاني لكي القطولة يا سلام يا سلام يا عماد مستقبنا حد مرة ثانية نحاول العالم مستقبنا تتخلص عن طريق الناس عمامي العالم مستقبنا الوصن ناحية الهسنية لمستقبنا الوصن بسرعة مباراة الثانية يا قل نحاول الآن نحاول الله يا جماعة فور الضالح يا جماعة فور الضالح يا جم صالح يا جم صالح صالح كمهرت يا فور الضالح يا جم صالح يا جم صالح يا تصوالم يا جم صالح هو يا 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 تغن يا حبيبي تغنك في الماثة متقب��안 يس chce يمرة في اudent veil متقبنا الوطني في الجولة الاولى Agro سلطان الضوكي يضع متقبنا الوطني في المقاشبة سلطان الضوكي ومن خلال الدقيقة الأولى هناك في أستاذ محمد بن زايد المتخب الإماراتي يتقدم بهدف مقابل لا شيف تقريبا في 35 ثانية هنا بعد 10 ثواني تقريبا أو في الدقيقة أو في الثانية لا يستطيع أحد بأن يقول المباراة ستنتهي بالتعادل أو أن المتخب الفلاني سيفود ومتخب الوطن يفود البوفافي البوفافي أحمد يضع الكرة في مرمى سالم عبدالله وينجح في تسجيل أول أهدافه مع منتخبنا الوطني اثنين منتخبنا واحد المتخب اليمني اثنين منتخبنا شوف توني قاعد أتكلم وفعلا تمرير الشجة رائعة مثالية من يوسف شعبان برابو برابو اليوسف وأحمد البوفافي يضع الكرة في شباك المتخب اليمني ليعلن عن تقدم منتخبنا الوطني بهدف مقابل هدف واحد وفرق هنا في تلك الاحتياط وفي الألف بشير تعيد الكرة مرصاني لمصلحة إسماعيل العجمي إسماعيل اليوم ماهو في الفورما تماما كرة توصل إلى عماد الحوسني عماد العب كرة عرضي داخل نطيقة الجداء بادر بول بادر بول بادر بول عماد صنعها وبادر حطها في المرمى حلوين حلوين يا شباب حلو يا منتخب لا حلو لها المره غير فعلا هي غير كرة بشكل جميل من عماد الحوسني على رأس بدر الميمنين ينجح في مصالح الجماسير هذه هي عماد حسلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وقصة عبد الرحمن عبد الكريم شوفها يا عبد الرحمن الدين هو هي في القول بدر ينجح منتخبنا الوطني في التقدم في الدقيق في رقم عشرة من شوف المباراة الثاني على المنزخب البحريني عن طريق بدر الميمنين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هدف أول لمنتخبنا الوطني عن طريق عماد الحوثني نعم يؤكد عماد الحوثني ويزهد الأنصار ويأتي بالهدف الأول هدف التخدم يأتي في أساق القصة والتركي لطقة جميلة جداً نعم متخبنا يتخدم إذن في الهدف الأول عن طريق عماد الحوثني الجناح الطائر لاحظ الجناح الطائرة تألق ويأتي بالهدف الأول في الممارات هدف أول لمنتخبنا لعماد الحوثني رأسية جميلة جداً ويؤكد عماد ما كنا نتحدث عنه في إحراس أهداف شباك المنتخب البحريني يأتي الآن ويستجل هدف التارق الشخصي له في مرمى المنتخب البحريني إبرافوا منتخبنا إبرافوا منتخبنا إذن يتقدم في هدف مقابل أشيء وهذا الهدف سيريح الأشخاص بعدما كنا نتقدم من خلال السيطرات هذه السيطرة ولله الحمد ترجمة نانسي قنقر